أقيم في محافظة الدوادمي الملتقى التقني الأول تحت شعار مستقبلي مهنة لمشاركة العديد من الشركات والجهات الحكومية التي تخدم المشاريع الخاصة المزيد في هذا التقرير مستقبلي مهنة شعار اتخذه الملتقى التقني الأول بالدوادمي والذي يهدف إلى إيجاد فرص الوظيفة المباشرة للشباب والشابات ودعمهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 13 شركة خاصة وأربع جهات حكومية كثيرا من البرامج الكثيرة التي في بدرة الدولة وتبدل ونازالت تبدل فيه لتحقيق الصالح العام للبواطن وتهيئة الفرص العمل والعيش الكريم للشباب الشركات المشاركة المعنى 13 شركة توظيف مشاركة بالإضافة إلى أربع جهات لدعم المشاريع الصغيرة تقدم دعم مالي لأصحاب المشاريع الصغيرة لبدل المشاريع بالإضافة إلى معرض تقني التعريب بأهمية البرامج التقنية تتخدمه المؤسسة العام للتدريب التقني من المهني ممثل بالكلية التقنية بالدوادمي كلية تقنية البنات والمعهد الصناعي الثاني بالدوادمي على هامش الملتقى فتحت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي باب التقديم والتسجيل في الكليات والمعاهد الصناعية للإلتحاق بركب التعليم المهني في المحافظة على هامش الملتقى تدريب التقني من المهني توجه عدد من الطلاب لمكتب التسجيل سواء مكتب القبول والتسجيل في الكلية التقنية أو مكتب التسجيل والقبول في المعهد الصناعي الثاني والدوادمي وتقريبا كان عدد المسجلين في الملتقى قرابة 140 طالب يرغبون بالإتحاق والكلية والمعهد صاحب الملتقى معرضا للفن التشكيلي والنحط والصور الفوتوغرافية والذي تشارك به فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالإضافة إلى جناح للأسر المنتجة لعرض منتجاتها ودعمها في المحافل الاجتماعية مع نهاية اليوم الثاني للملتقى التقني الأول تم توقيع أكثر من 120 عقد للتوظيف المباشر للشباب والشابات أحمد أثنيان الإخبارية محافظة الدوادمي ترجمة نانسي قنقر